النبي صلى الله عليه وسلموه في المدينة كان يهدي للحرام يهدي للحرام وكان في العمر يهدي أيضا فمن أعظم من ما يتقر بالعبد لأن نحر لينا الله دحومها دماؤها ولكن له التقوى منه طبعا هذا لا يتعلق بالذبعيح والهدي طبعا لا شيء كما هو معلوم أن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه النحر النحر الذبح القربان من أفضل القربات ولهذا الأضاحي والهدايا سواء هدي التمتع أو هدي تطوع وهدي تطوع قليل من يفعله يعني يكاد يكون مهجور النبي صلى الله عليه وسلموه في المدينة كان يهدي للحرام يهدي نحر وكان في العمر يهدي أيضا فمن أعظم ما يتقرب بالعبد النحر وثبابه عظيم يعني شعرها ودمها ثبابه عظيم والنحر لله وهو عباده فصلي ربك وانحر وقل إن صلاتي قل سكي سكي على أبيحتي لله رب العالمين ليس لك له وهذا جانب مهم جدا أن يفقهه المسلمون أن النحر أو الذبح هو يعني نوع من أنواع العباده لا يجوز الذبح لغير الله أبدا بأي حال ومن ذبح لغير الله فهو مشرك من ذبح لقبر أو ذبح لوليين أو ذبح لصنم أو ذبح للمسيح أو ذبح للملائكة أو ذبح للجن هذا يخرج من الله إذا ذبح لغير الله يكفر يخرج من الله على طول لأن الذبح نوع من النوع العباده وهذا ينبغي أن يفقهه المسلمون وأحيانا فيه ضعف لدى المسلمين حينما يذبحون الأولياء أو يذبحون القبور هذا لا يجوز حüs وإن كان أكثرهم düşم لا يذبح للقبر يذبح لهición إلا الله عند القبر وهذا ذا لا يجوز وإن كان ليس شيئين يذبح لله عند القبر أو يذبح لله في對 nig الفلان لا يجوز بأي حمل للحوال ولا تحلى الذبيعة لكن لا يكفر بدئ ذبح لله لكنه ذبح عند القبر أو ذبح في يوم مناسبة القبر لا يجوز ولهذا قال والبودنا جعلنا أهلكم مشاعر الله ثم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى بكم هناك شك طبعا الدبح لله عز وجل من حيث هو النحر لكن لكن نأكلها وأتصدق بها ونعطي ونصل الرحم فيها لأن الأضاحي والهدايا العلم ذكروا أنها يأكل منها ويتصدق وأن يصل أيضا أصدقاءه ورحمه ويعطيهم منها هذا هو الذي ينبغي في توزيع لحم الأضاحي ولحم الهدايا إلا دم الجبران الذي عليه دم في الحج مثلا هذا لا يكل منه هذا لفقراء الحرام هذا لفقراء الحرام أما الهدي والأضاحي فإنه يأكل منها يأكل منها وتصدق وأيضا يعطي يصل الرحم ويهدي الأصدقاء إلى آخرين المقصود أن الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماغها فهذا حينما الله شرع لنا الدبائح ليس لأن الله محتاج لها لا إنما هي لكم ولكن من أجل التقوى ولكن يناله التقوى منكم بمعنى الطاعة بمعنى الإنسان يأتي بالمطلوبات الشرعية والمشروعات يأتي بها طاعة لله وامتثالا ترجمة نانسي قنقر